أعلن الناطق العسكري باسم جماعة الحثي في اليمن العميد يحيى سريع الأربعاء عن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مواقع عسكرية للكيان الصهيوني في الداخل المحتل سريع وفي تصريح له أكد بأن العملية استخدمت فيها ثلاثة سواريخ مجنحة من نوع قدس خمسة ومكن ذلك من الوصول إلى أهدافها بنجاح مضيفا أن الكيان يتكتم على نتائج العملية شكرا